جهود متواصلة تبذلها الدولة عبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات تأتي على رأس تلك الجهود المبادرة الجديدة أنت الحياة التي تنطلق من محافظة الشرقية مرحلة ثانية ضمن خطة كاملة تنتهجها مؤسسة حياة كريمة تهدف لنهوض وتنمية الإنسان مبادرة أنت الحياة تنطلق في محافظة الشرقية لمدة ستة أيام بورش تعليمية وتثقيفية وفنية تطال كل فئات المجتمع نحن عندنا في مبادرة أنت الحياة حالياً بنقدم للمواطن أكثر من خدمة خدمة طبية خدمة تثقيفية بنحاول أن نزود الوعي ونرفع الوعي عن طريق التعاون مع الجهات الشريكة فيه فعاليات للمجلس القوم والمرأة لتعليم المرأة الحرف اليدوية فيه فعاليات ندوات لمكافحة الإدمان فيه ندوات من الجامعة البريطانية لتدريب المدارسين الكائنين في القارية دي ومحيطها الورش التفقيفية والتعليمية ترتكز بشكل أساسي على التوعية بالسلوكيات الاجتماعية وإرشادات صحية وقوافلة طبية تخص تدمية الأسرة بشكل عام وحماية الأطفال والنساء بشكل خاص بالإضافة إلى موضوعات تعزز التمكين الاقتصادي وأخرى تحث على احترام الآخر وتعزيز قيم المواطنة نحن نقدم خدمات صندوق الخط الساقن لواء 16-0-23 لا يحد عايز يتعالج في سرية تامة وبالمجان غير أن نحن نوعي الأطفال ونوعي الشباب من كل المرحلة ولها توعية مختلفة طبعاً ليس نوعي الأطفال زي ما نوعي الإعدادية زي ما نوعي السنوية أو الشباب الكبار ودائماً الرسالة بتاعتنا أن تقوم المخدرات ودائماً مجتمع خالي من المواد المخدرة لأن الشباب هم معماد المجتمع دي حاجة جميلة فعلاً بتقدم للشباب فرصة عمل وبتساعدهم على المعيشة في ظل القيادة الحكيمة للفسادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنا سمعت أن في موادرة للتوظيف فجيت أن أنا أقدم أنا ومعارفي يعني بس أنا جيت فجيت أن في حاجات كثيرة جداً كممبادرات كخدمة علاجية وممبادرات التسكيف كعناب الأطفال يعني اتفجأت بصراحة بحاجات كثيرة ما كنتش أتوقحها تختلف الرسائل التوعوية باختلاف المحافظات طبقاً لدراسة سكان المحافظة واحتياجاتهم والتي تهدف في الأساس لتقديم التوعية بكل مستوياتها وأنواعها لمختلف الفئات من المرأة والشباب والأطفال وكبار السن قطار بناء الإنسان وتنمياته لا يتوقف فبعد محافظة الفيوم ها هي مبادرة أنت حياة تنطلق في محافظة الشرقية تحت مظلة مؤسسة حياة كريمة بفعليات توعية موسعة لتصنع حياة أفضل للأسرة المصرية كريم بيبرس التلفزيون المصري